التكوين ولا غير تكوين وهذا التيار كله ما احترمنا للأشخاص طبعا لا يشكلوا أي منافسة لأصغر لدينا عنده مدصة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لو كانت بسيطة يعني لأن الكلام اللي بتقلب الصدق بيدخل على طول للقلب ويوصل على طول للعقد إنما لما لقيك بتشن هجوم كبير على رجال الدين وتنعت كل اللي بيحاولوا يفهموا النصوص الدينية كما أريد من قائلها أو قائليها أن نفهمها لأنهم أصليون متطرفون وتهاجموا بهذا الشكل وتظن بقى أن هذا سوف يلقى قبولا هذا حمق يعني هذه حماقة هذه حماقة وهذا الخطاب عنواني ويجعل الآخرين متحفزين دائما وكما نرى الآن لك ضجة كبيرة جدا بسبب التكوين ضجة كبيرة في المجتمع والمشيخ وكذا وكذا لماذا هذه الضجة وهناك خطابك رهية شديد جدا أنا فاهم أن المجتمع بيضغط وفي خطورة شديدة لأن الإنسان يجهل بأفكاره اللا دينية وهذا ليه ضريبة كبيرة بس برضو أنا فاهم أن أنت مش هتقدم للناس حاجة لما تعد تضحك عليهم وتعد تقول لهم كلام مش مظبوط ومش صح تدافع عن النصوص الدينية وتطول عمرها أو بتحاول تنفخ فيها الروح يعني بتعبير مجازي طبعا تنقذ ما لا يمكن إنقاذه بأي شكل من الأشكال لأن هذه الأديال لا يمكن أبدا أن يتم إنقاذها ردواني قلت طول الطريقة يعني مجموعة من المفكرين ما بين كوسين احترمنا للجميع يعني يعني تا يجمعون يثرثلون وهذه الثرثرة نسمعها منذ يعني زمن طويل ونحن نسمع هذه الثرثرة يعني من سنين طويلة يعني ومن عقود ومن عقود في الحقيقة نسمع هذه الثرثرة ونقرأ هذه الثرثرة ولكنها لا تقدم شيئا لا تقدم شيئا ولا تحدث أي تغيير لكن هم مصرون على الثرثرة والتجمع من أجل التجمع يعني لا بأس خلونا نشوف هما حيوصلوا لإيه يعني خلونا نشوف هما حيوصلوا لإيه أنا عارف هما يوصلوا لإيه لكننا مش هيصل لأي حاجة من وقت نظري بس خلونا نشوف يعني رجل الدين بقى رجل الدين إيه رد فعله بقى بيحطهم بقى قدام الأمر الواقع في امتحان بيتاردهم بقى هو اللي بيتحول من مطارد من النادينيين الخرافات والخزعبات اللي انت بقوا بيها دي إلى مطارد صراحة يقولون تعالوا بقى أفهمكم عشان أنتوا أغبية ما تفهموش تعالوا أفهمكم يا منافقين النصوص دي مراد بها إيه تعال أقول لك النص واضح ربنا بيقول كذا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكال من الله نكال من الله فما فيش داعي للفزلكة أيها المتفزكون الرجل الدين بيركبهم ويقول لهم بقى هذا نص عام والشريعة مفعولها ممتد لأن الله أنزل هذا الكتاب بالحق للناس على مدى الدهر ولو أراد الله أن ينسخ هذا الكلام لأتى بالرسول جديد ويركبهم رجل الدين وحق له أن يفعل حق له أن يركبهم لما رجل الدين قدام الملحدين يهرب قدام الناس المتصرحة يقولوا هذا الدين زي الغزعبلات لا تصلح إلا أن تضعها في مؤخرتك يا رجل الدين يهرب يهرب خوفا على مؤخرته أو خوفا على طبعا صورته لأن ده ما يصدم بالحقائق يهلع رجل الدين وصورته إيه تصبح سيئة جدا رجل الدين أمام اللادينيين وأمام أي طفل لا ديني يهربون لا يستطيعون الحديث يهربون ينخون على أنفسهم أبوابا ويحاضرون عن الإرحاد من وراء 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 عندما ندعوهم إلى المناظرة يهربون يهلعون يهربون لا يتصدر لمناظرة اللادينين منهم إلا الأغبياء شديد الغباء منهم إلا شديد الغباء منهم أو هكذا رأينا يعني لكن هم اللي يفهمين يخاف لكن محزة هاسم طلعت مثلا زي الخروف اختحم من مناظرة اللادينين النطح مكانه زريبة الخرفان ينطح فيهم وينطحون فيه لكن عندما يحاولوا العقل لا يستطيع لا هيثم ولا غيره فأدركوا ذلك كل من اندفع منهم لمناظرة اللادين هرب بعد ذلك لذلك نادرة ما تجد مناظرة ما بين أن رجال الدين عددهم مثل مثل الرز مثل الرز من النطقين بالعربية واللدينيين النطقين بالعربية الذين يدعونهم إلى المناظرة كثر و دائما يلحون عليهم هلهم ما ناظرون إن كنتم لكنهم يهربون يهربون لأنهم لا يجدون ما يقولون لأنه ناخذ عبلات هاشة أما بقى رجال تكوين فيركبهم رجال الدين رجال تكوين وأمثالهم يركبهم رجال الدين يركبونهم أنت تقول أن القرآن لا أثبت لك أن القرآن صالح لكل زمان ومكان وحق له أن يفعل لأن القرآن يقول ذلك ببساطة ببساطة شديدة هو ينعط رجال الدين بالأصول والمتطرف هو يقول تعالى يا منافق ليقول لك إن هذا هو منهج رسول الله والصحابة فقالهم متطرفون وكانوا كذا وكذا فيخدع نفسه للأسف في بلادنا معظم الحكام في بلادنا أغبية ومتخلفين أغبية ومتخلفين أعظمهم يعني يعني ممكن يستثمروا في حاجة زي كده إصلاح الخطاب الدين لكن الحاد عن طريق إيه بقى إصلاح الخطاب الدين يا عم يروح على الله حكايتك أنت أنت على الله حكايتك لكن هو يقدر لأنه صاحب إيه لأنه صاحب نفوذ صاحب نفوذ رب إله في البلد فصاحب نفوذ يوفر إمكانياتك ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة بس النتيجة إيه ولا حاجة نتيجة ولا حاجة فيديو خاصة مدته دقيقة على اليوتيوب بقى أفضل من إيه من مليون محاضرة لهؤلاء المثقفين المثرثرين مع احترامي لهم ومحبتي لهم أخ أحمد تكوين تشجع الناس على إفصاح الحاجة ده ممكن يكون من الحاجات الإيجابية طبعا ده ممكن يكون من الحاجات الإيجابية واحد زي شريف جابر مثلا القناة بتاعته المقطع بتاعه المشاهدات بتاعته ممكن تبقى بمشاهدات تكوين على كل منصات من مدة سنة مثلا مقطع واحد واحد زي شريف ده تأثيره كبير جدا في الشباب بمقطع واحد بيقدر يأثر فيه آلاف الشباب وماذا واحد زي ده الدولة المصرية بتقمعه قمع وحشي قمع وحشي ممنوع من الصفر بيتحارب لهو لوحده شاب صغير حارب لوحده حاربوه من سنين نساعد ما عمل أول مقطع وهو لسه في الكل لحد النهارده بيحاربوه وهو لوحده قصاد كل الناس دي هو ده اللي بيعمل تأثير حقيقي هو أمثاله وفيه شباب كتير تقفلت قنواتهم وفيه شباب كان عايز يتكلم وبطل يتكلم الكبير بتاعكم بتاع ففهمناها سريمان طالع فما أنا حاضي على الإلحاد قدر يسكت الذين اللي بيتكلمهم مصر وتقع عارفين احنا أسماء كانت بتتكلم في مصر بطل يتتكلم ده غير القرف اللي عملوه يعني غير القرف اللي عملوه والعك والقزارة اللي تعملت يعني حملات التشويه والقتيال المعناوي اللي حصلت لبعض اللادينيين الأشخاص اللي ممكن يكونوا مغردين وعملين قنوات باسم اللادينية وباسم اللادينيين وعلشان خاطر يعني يخربوا الدنيا ويبوزوها سيبوا للعيال اللي تتكلم بصراحة والشباب اللي بيتكلموا بصراحة يتكلموا بصراحة ومن غير خوف وعملوا اللي انتو عايزينه وعمل اللي انتو عايزينه بطلوا ترهبوا فيهم وتخوفوهم وتمنعوهم من السفر وكل البلاء ده وتطلعوا تقولوا أو يطلع الكبير بتعففها منها سليمان ده يطلع يقولك أنا مسألة وقت والحد ده هيتحطله حد عن طريق عن طريق تكوينه مش حالف يبقى قابلنا قابلنا بتهدف المؤسسة إلى أرساء قيم العقل والاستنارة والإصلاح والحوار وقبول الآخر والإمام بما يدئ السلام العالمي بين المجتمعات والثقافات والأديان وده هتعملوه ازاي من غير ما تلمس الإسلام هتعملوه ازاي هتعملوه بأن انت تطلع تقول الإسلام دين يسر وليس دين عسر والإسلام يحض على التعايم الكلام ده يتقال كتير وبيتقال وحيتقال وفضل يتقال بس الحقيقة مش كده حقيقة ما تيجي تصطدم بالواقع وبالنصوص اللي بتطلب بأننا كراهية الناس وقتالهم والكلام ده كلام ده كله بيتحط في الزبالة بيبقى بس مجرد كلام ومش أول مرة انت يتقال الشيوخ الأزهر كان بيقولوه ناس إرهابيين كان بيطلعوا يقولوه الإسلام ودين سلام ولا ننسى اللي كان بيزبح الضحية بتاعته في الفيديوهات بتاعت الجماعة المجرمة وكان بيقولك الذي بعث بالسيف رحمة العالمين رحمة العالمين فالتناقض عادي تناقض عادي يعني بالسيف رحمة العالمين فهتقولوه كما تهرف مؤسسة إرساء قيم العقل والاستنارة والإصلاح والحوار وقبول الآخر والإيمان ببدأ الكلام سهل نزيز لكن انت هتقدر تعمل ده وانت بتطلع تعد تدفع عن الإسلام من خلال تكوين وتطلع تقول الإسلام كويس بس الناس مجرمين المسلمين على مدى التاريخ كلهم مجرمين فهموه غلط يعني في الآخر أبو عيسى بس هو المطلوب ان هو يطلع بريء أبو عيسى بس ويطلع بريء والناس كلها مجرمة فهمتوا غلط بدلا ما فهمنا او يفهم الناس ان هم ضحايا لهذا النص وكانوا ضحايا على مدى التاريخ لهذا النص لا يطلع يقول المشكلة في النص وليس في أبو عيسى أبو عيسى بريء أبو عيسى بريء كلام شعرات ترقيع وليس التكوين فالكلام سهل يعني لكن في النهاية هل ده هيأدي الحاجة كثير من السرسرة الكثير الكثير كثير من السرسرة تمهيد السبيل نحو مستقبل مشرق للمجتمعات العربية والإسلامية من خلال الثقافة والفكر الديني المستنير لو فيه فكر الديني المستنير عبارة في حد ذاتها نقول لهم بعدها شكر الله وسعيكم شكر الله وسعيكم اقفلوا التكوين وروحوا رواحوا وعملوا حاجة مفيدة استمتعوا بحاجة مفيدة لأن مفيش حاجة اسمها فكر الديني المستنير مفيش حاجة اسمها فكر الديني المستنير الظلام المستنير الظلام المشرق فيه ظلام مشرق لو بث الروح التجديد والإصلاح الذي يعيد للفكر الديني مكاناته اللائقة كانتوا اللائقة الفكر الديني ده ما كانتوا اللائقة هو في المسبلة هو في المسبلة وتواصله وتكامله مع مستجدات العصر ومواكبة التقدم في كافة المجلات العلمية والفكرية والقيامية ما يمكن أن نطلق عليه عملية توطين الثقافة والفكر ليكون عنصرا فاعلة مشاركا وأساسيا في معادة الإصلاح والتقدم والتنوير للفضل والمجتمع في بلاد العربية نحن مش بنطلب من السياسيين في مصر ولا في أي دول من الدول النطقة بالعربية ولا الإسلامية ولا غيرها أن هما يتبنوا الإلحاء ما حاجة طلب منهم كده ما حاجة طلب منهم كده طلبنا منهم أن هما يسيبوا الشباب في حالهم ويحموهم لما يجي تعرضوا للخطر لده دور الدولة تحمل مواطن لو جاي يتعرض للخطر بسبب تعبيره على الرأيه بس فأنت تقهر الملحدين وتتتهدهم وتقول لي أنا عامل تكوين وتنوير فيه حيقولك بقى دلوقتي طب أنت عايز يعني هما الناس تدعو للدينية مباشرة بصراحة يعني ده متعذر الناس دينها أغلى من مش عارف إيه وأغلى مش عارف أنتوا بيش فهمين برضو الناس أنتوا بيش فهمين الناس أنتوا بيش بهاي الحكام العرب والديكتاتوري العربي هو بيحول الشعب اللي بهاي إلا إذا كان بقى الديكتاتوري نفسه متدين هو كمان معنى شخص هذا دي يخلى على البزازة بتاعت الدين آخر النهار يأخذ البزازة بتاعت الدين ويرضع شوية في ربنا سبحانه وتعالى هو كمان دي آه دي حالة تانية في الحالة دي هتناقدر نفهم هو ليه بيعاز يقدع على الإلحاد في الإلحاد هيقدع عنه البزازة يوسف بقولك أما هعمل إيه خطوة خطوة في الاتجاه الخاطر خطوة قبل ما تخطو خطوة خطوة في الاتجاه الخاطر أنت كده أعب تدفع عن الدين تعالوا شوفهم ما بيقولوا إيه إيه الدين ده وكذا والدين ما قالش والدين كذا والدين أحسن حاجة في الدنيا بس الناس المتطرفين الدين مش أحسن حاجة في الدنيا ومش ممكن يحصل تنوير من غير ما تعرف إن دور الدين السلبي في حياتهم وأين ياجب بالضبط أن يدعى الدين لما أنت تقول الدين أحسن حاجة في الدنيا هم هيحطوا الدين فعلا فوق دماغهم الناس وحيفهموا بالطريقة اللي هم عايزينها مشتريتها كنت يقول لك شكرا أنا منتفق معاك أن الدين أغلى حاجة في الدنيا بس أنا عندي فهمة تانية للدين شكرا الكسب ملوش رجلين واللي بيفتكر زي ما أنا قلت في البداية إن هو يقدر يضحك على الناس بيضحك على نفسه بيستغبى الناس هو أصن اللغبي واللي عنده أمل في تكوين خلص عيش الأمل أنا عندي أمل في الشباب اللي ديني اللي هو دلوقتي مكتسح وإحنا كلنا طبعا متباين البان اللي هم على التك توك وعلى اليوتيوب فلو هم سمحوا الشباب اللي موجودين في البلاد بتاعتهم هيحصل تغيير حي ده من غير ما لا يصرفوا فلوس ولا يوفروا إمكانيات ولا حاجة بس يسيبوهم تعاوز أسمع أرأيكم وأسمع أرأي اللاديلين كمان في الموضوع ده حتى الناس اللي مختلفة معايا عايز أسمحوا مدرداشن يمكن أكون رأيه غلط يمكن هلو هلو تفضل يا عزيزة أولا أنا بشكرك جدا على مجهودك وتعبك وخلينا ندخل في الموضوع مباشرة من وجود نظر الشخصية أن وجود تكوين هو بيمثل الوسط دلوقتي المؤسسة الدينية اللي موجودة في المنطقة العربية كلها أو على مستوى العالم بتمثل أقصى الشمال حضرتك ومحمد صالح وغيركم من اللي بيمثله الأقصى اليمين محتاجين حد في النص عشان يستوعب الناس اللي مش قادرت تجيلكوا أنتو فممكن تكون دي مرحلة عارف زي عمر خالد كده لما كان بيمثل الإسلام الكيوت ما هواش محمد حسان ما هواش محمد حسين يعقوب شكل كده ببدلة فدول هم الشكل ده لأن برضو فيه ناس كبيرة في السن عارف إن الجامعة اللي زيين في غزة النهار ده اللي هم مش لقيين حل فعندهم أمل اللي بيحصل لنا دوت هيبقى أكيد في الجنة أكيد فيه تعويض فبيبقوا محتاجين الحلم ده الناس اللي بتتأذي الناس اللي بتتظلم الناس اللي متلقاش عدلة في الدنيا مش قادرين يستوعبوا لذلك كتير من الناس بيدخلوك يقول لك طب الدين البديل طب أروح فين فدول يشبهوا إلى حد كبير جدا الجماعة اللي أم اللادينيين سوري آسف الكوروانيين اللي هو الضرب مش الضرب والقتل مش القتل وهم زمان كانوا بتتجوزوا صغيرين وكل المباررات دي آآ دي بوجي يتنظري أنا زي ما أقول لك يعني في نقطة واحدة بس دي أهم حاجة عندما بوجي يتنظري شايفها كده هم هيكونوا مطلوبين للناس اللي مش قادرين يستوعبوا اللي حضرتك بتطرحوا وغيرك من من الإخوة الملحدين مش قادرين يستوعبوه يعني أنا أسيب ده وروح ده فهو بيتجيب له الحاجة اللي في النص آه أنا أوكي محمد ما قتلش شي ما زناش ما سباش الصحابة ما ارتكبوش الغلطات دي كلها وإحنا هننظف ونروق والدنيا البيت كده بقى جميل وبقى حل فمتهيالي كده قصصة ضوافر بقى احنا كده لازم نحط نفسنا مكان الناس اللي بنكلمهم يعني ما نكونش إحنا لدنيين وبنعمل بنعمل التمثيلية دي ونفتكر إن الناس هابلة ماشي لما انت تيجي تقول للناس مثلا إن ربنا مش بيشرع لنا إن إحنا نقطع ياد السارة وفأنت كده بتعترف على نفسك أن انت بكذاب وأن أنت بتبطل ملا تظهر هو حقيقي حقيقي خلمك حقيقي طيب إنت ليه تفترض أن الناس أغبية ما زن labelingش أغبية والناس الأغبية جدا أصلا للدرجة ان هما حيصدقوك ما بيسمعكش أساسا بيتبعوا حاجات تفهة جدا ما بيسمعوش حاجة خالص ان هما الأغبية للدرجة اللي يخليهم يصدقوك دول ما بيسمعكش دول ما بيسمعوا عنك بيسمعوا عنك بالصدفة كده أحيانا هما في المترو ولا حاجة بيسمعوا عن الناس بتشتم فيك ويتهموك بالنفاق فليه ما تحطش ما انت لذين تحط نفسك في مكان اللي قدامك انت عندك حق اللي بتقوله يعني انا بحاول اوجد لهم مبرر هو كمان المشكلة ان كده الرجل الدين كده بقى ليه امتياز الرجل الدين بقى ليه امتياز عليهم سابقهم بخطوة دايما لان هما هما اللي بيجروا وراها تعالوا تعالى الرجل الدين هو بيبقى قاعد مرتاح ويربع يقول لك احنا بنراقب تكوين وحنشوف كده وحنشوف ماء الاجراءات اللي الازهر بيقول كده اللي ممكن نتخذها رجاه هذه المؤسسة اللي كذا وكذا وكذا وها بقى حاجة ليه قيمة النمع مع الملحدين بيقدر شوك كده الازهر بيكلم عن الاستحياء دايما مع الملحدين عارف ان هما بيخاف منهم اصلا بيخاف منهم حتى مع رجال كبار جدا في الازهر شخصيات كبيرة بيشار لها بالبنان يعني في الازهر بيخافوا منهم بيشعروا بالنقص بيشعروا بالنقص ما يقعد مع اي ملحد يحس بالنقص يحس بالنقص إيه الهبالي وخذ بلات اللي أنا مؤمن بيها دي والخرفات دي صحيحة أخذ بالك واحد بنافق أو بينافق أو يكذب هو عارفه هو سابقه هو ماسكه داوي دراعه عارف ان هو كذاب عارف ان هو لديلي وكذاب فماسكه هو زنقه ليه نفسك الزرق مهببة دي ولو انت مش عارف تتكلم روح في بلدة عارف تتكلم فيها معظمكم عندكم كوافزات سفر أجنبية وتروحوا بلدة وعملك وانا زي كده وتكلموا بحرية دا هي مسألة خوف يعني مش مسألة يعني مش عارفين تقول حقيقة ما تقولوش كلام فارغ وضيعوا وقتكم ولوما عارفين تروير فعلا وفروا بس للشباب بحرية للحرية ان هم يعبرون افكارهم بحرية انت بتتهدوهم انت بتعذبوهم الموضوع بصعوبة أوي 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 لا لا هم هم يعني لما هم مثلا يمسكوا شريف شاب زي الشريف يعذبوه او يمسكوا عزي أحمد حرقان يعذبوه منت غابي جدا منت غابي جدا التنوير اللي انت جايب در عليه او انا عملت لك ايه مثلا او عملت لغيرك ايه وعملت لبلد ايه مثلا على الاقل يعني سيبني اتكلمة لكن انا اخذت الامن الوقت انت خذني وعذبني مثلا ما يقول ما عمل حاجة انا مليش نشوه سياسي اصلا ما كنتش بتكلم ضدهم بالعكس انا كنت بعد امدح فيهم انا كنت بعد امدح فيهم انا كنت بعد امدح فيهم اخوانه وبتاعه وكلام ده انا عايز في اليسا وزايد في الزيتا يعني فهمني مش ايه مش قضيتي ان انا اختلف مع كده ولا قضيتي الديمقراطية وبتاع انا عارف ان الشعب محتاج يبقى ديمقراطي الاول علشان بعد كده يبدأ يفرز بقى ناس تقدر يعني يمكن الديمقراطية في البلد لان الديمقراطية ما بتجيش برضو كده ايه من فوق لازم الشعب هو اللي يبقى ديمقراطي انا برضو مع زوجي في موضوع انه ماينفعش فيه ناسكوبار في السن عاشوا الزمن عارفين انه فيه وجود خالق ومصدقين الفكرة دي فما تحارب معاهم وتحاول تقول لهم طالما عاشوا العمر ده كله بدون تفكير بدون تفكير لا في معضلة شر ولا في وجود خالق ولا في الرسالة ولا حتى يعرفوا حاجة عندينهم هم عايشين يصلوا وسوموا ويعملوا كل الطقوس اللي يتعودوا عليها ماينفعش دول تيجي تقول لهم مفيش ربنا صح؟ مش لازم نكلم بس بس فيه شباب البلد بتاعتنا معظمها شباب ايوه برافو عليك وفيه حاجة كمان انا شايفة ان الدولة انا ببرر لهم برضو ممكن ما يكونش ده الحقيقة الدولة خايفة تقوم مشاق يعني الناس تعودوا على القهر على ان هم صوتهم وبس المسلمين حتى المسيحين ما لهمش صوت فماينفعش المسيح في مصر يفتح بقه او يطالب بحقوقه او فما بالك الا دنيين لو اظهروا لا دنيتهم شوفهم ممكن يحصل ايه في البلد الدنيا تولع مجتمع متخلف وجاهل فما يعرفش يعني ايه حرية رأي او تعبير او انك تقول انك انت مش شبههم انت مش شبههم يبقى انت متطهد هتقوم معارك جامدة جدا انا انا شايفة كده الموضوع معاقرب جامد معاقرب من ناحية لو الدولة ثابت الدنيا وثابت الادينين على حريتهم الادين هينتقدوا الدين وانتقادهم في الدين هيستفز مشاعر الجماعة كل اللي وكل الدولة يعني هتستفز كل الناس بما فيهم حتى المسحيين لانه هيحسوا ان فيه تهديد على وجودهم فهتلاقي حرب البلد يعني في غينة عنها انا بقول يعني انا شايفة ان احتمال تكون الدولة خايفة من ده والحال انها تطلع اسلام كيوت جديد انهم يشاككوا في التراث ويشاككوا في الكصص والسيرة انا شايفة توجه تكوين رايح تجاه الكرآنيين اللي هو الدرب مش الدرب والدبح مش الدبح والحاجات دي عشان يبقى اسلام كيوت نقدر نتعايش معاه يعني ان احنا نقتنع ان الناس هتهضب الاسلام الكيوت ده وتقبله ده مسألة محتاجة عادة نظر الناس انا مش محتاجة انا معاه انا عن نفسي انا عايزة الاسلام ده ينتلم الناس مش هتقتنع بالخطاب ده الناس مش هتقتنع يبقى انت كده بتضحك على نفسك الناس مش هتقتنع بالخطاب ده الناس مش هتقتنع مش هتقتنع بالخطاب ده لا الكبار ولا الصغار الامل في الصغيرين يا احمد الامل الامل في الشباب الامل اللي فيه اسنهم من صغيرين لغات الثلاثين بتجهل الى دينية الخطاب ده مش مفيد بالنسبة له ببقى انتم بتكلموا مين صح صح عندك حق بس يمكن هما بيكلموا الفصيل اللي بيفكر شوية وعاوز ليسا يتمسك بالدين اللي انت كل يوم تكلمه وعملين يدفعوا عن القرآن وعن الايات وقلوا لك لا مش كده انت فاهمها غلط بيرقعوا كل الايات المجرمة اللي اتعاملت اللي هي اتسنا ما ينفعش اله يقولها بيعودوا يرقعوها وخلوها بشكل ما لوش علاقة لا بتفسير الاولين ولا بتفسير عقلانية حتى ده هتوب الاء واضحة قدام عينهم المسلمين الخجلانين بيطلعوا عندنا دول اصلا نسبتهم مش كبيرة نسبتهم صغيرة اللي بيحصل نحنا كتير من المتابعين نحنا كلادينيين مسلمين خجلانين نسبة المسلمين الخجلانين نسبة عالية مكسافة عندنا لكن هما مش نسبة كبيرة في المجتمعات الاسلامية نسبة كبيرة لادينيين والمسلمين اللي هما فهمين الاسلام بالطريقة قريبة للنصوص الأصلية سعرف أنا مبسوطة لإيه بقى ان السلافين هيموتوا ومولعين على الانتصوص كل الموقع هينشلوا شنل فضيع معرفش كأن الاسلام نهار فجأة نشوف الردة تدفع للغضبة دي مثلا علشان مش علشان خاطر علشان خاطر يعني عارفين ان هما ان الناس دي بتضحك عليه إنما مثلا لو ده مأكس مثلا الحوار مع الملحدين مش هيعملوا كده هيبقى ردة تفع عليهم أقلي من كده طبعا طبعا أنا كنت لاديني وكنت أعدت مع ياسي برهامي وعدت مع المشايخ الشايخ في الأسهر الكبار ومن كل الأطياف الإسلامي والإخوان وغيرهم وأتكلمت معهم بس بالفاترة البلد فيها كانت سعيبة عشر سنين في مصر 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 الحاسقة أنا أن تحيب مصر في 2020 أنا. يعني فترة طويلة جدا. ما عليش سامحني أنا بحسيبك سافرت بقى لك حبة. لا سايب مصر 2020. عقشة سنين في مصر وأنا بقابل الناس وبتحاور معاهم وبامشي في وسطهم وبروح المساجد. وبحاور الناس في قلب المسجد. ورحت المشايخ في بيوتهم. ولا حد أزك منهم. اتعرضت الأزم في مرات. بس أنا عايزة أقولك. لأ الموضوع هم ممكن يتحاوروا مع اللا ديني عادي جدا. يتحاوروا مع اللا ديني عادي جدا. في صعوبة لكن برضو في صعوبة. ان هم يتحاوروا مع واحدة. هم مختنعين ان هو بينفق ويكذب عليهم برضو. ما اندو يقول لي رأيك انت ايه في الموضوع ده. بناء على الواحد شايفه بأم عينه في المجتمعات الاوروبية. لن يحدث اي طفل التطور في عالمنا العربي او الاسلامي. بدون ما يكون في حرية تامة لابداء كل الاراء. مفيش حد يخاف ان هو يقول رأيه. ده الاساس. بدون الاساس ده هو تانسى كل حاجة. ولا تكوين ولا مش تكوين. فانا ما عنديش مشكلة ان تكوين تكون موجودة او يكون اي طيار اخر موجود. ولكن بنفس المستوى لازم تدي الحرية وتضمن ان الانسان اللي عايز يعبر عن رأيه يستطيع انه هو يعبر عن رأيه. لما هذه النقطة نصل اليها هتتحل مشكلتنا في كل الدول البتاعتنا اللي انا عايز اقول الدول المتخلفة او الدول الاسلامية او الدول العربية او الدول العالمة التالت كيف ما اردت ان تسميها يعني. لان انا قدام دلوقتي كمان انا دايما بستشهد بالمجتمع الالماني لان انا عايش فيه. فبرضو نفس التجربة ده هي حصلت انه هم حاولوا يطوروا الدين في المرحلة اللي هي بتاعت مارتين لوتر لما جه وعارض البابا وحصل تصادم ما بينهم. نقدر نقول انه هو يعني كان تطور شبيه بما يحدث عندنا دلوقتي اللي هو ما بين تكوين وما بين الازهر او الجماعات الاسلامية. في النهاية ما قامش باوروبا. اوروبا ما اتطورتش ساعتها. دنيتها زي ما هي. اتطورت امتى? لما حطت قاعدة ثابتة للجميع للجميع فعلا باي يعني اي طيف منه في المجتمع انه هو يبدي رأيه بحرية تامة. فقط هنا استطاع اللي عنده فكر وعنده علم وعنده منطق انه هو يقنع الناس واستطاع المجتمع انه هو ينهض. لكن انك تيجي كسلطة وتقول انا هسمح لطيار معين يخش عشان يضرب طيار اخر فده مش هتحل لحاجة. يعني العملية دي عملية حسابية فاشلة جدا. وجربناها مئة مرة وبتفشل دايما. لازم يتحط قاعدة ثابتة ان الجميع سواسية في التعبير عن قرائهم بدون اي حدود. لو وصلنا لكده هنقدر ساعتها ان احنا نتطور اكيد. طب انت شايف ان هم عامنين ده علشان يضربوا الطيار الاسلامي ولا علشان يحتووا الالحاجة. هو الاثنين. هو الاثنين لان هو يعني انا مش مش عايد اخش في السياسة اوي بس انا يعني بوجه نظري ان الاثنين بيدرب عصفورين بحجر. بتقلل من ده شوية وبتبعد الطيار الحادي او الادين. سيد زردوان اهلا بيك. السري انا قراءتي انا ما كنت ما يعني اول مرة اسمع بالتكوين. ولكن بالنسبة لي انا اه هو مؤشر جيد شدا. ومؤشر طبيعي ومنطقي لان انا ارى ظهور هذه الحركات على الساحة هي عبارة عن تشنجات الاخيرة. هذا التشنج الاخير لان السلطة السياسية والدينية تدرك بان الوعي ونظرة المسلم المتدين حتى الملتزم بدأ يشك. فهذا رد فعل. هذا رد فعل. جواب بما يحصل على الساحة. انا سمعت على قناتك وفي حلقاتك الكثير يستعمل مصطلح الوعي. انا يعني ما نجحت ان اترجم هذا المصطلح وهو يدل يعني بدقة ماذا يحدث الان. يعني عند المتدين المسلم الkichيت. يعني ممكن اترجمه يعني بطريقة عفوية كيف انه التغيير في النظرة وفي الوعي حول مسألة ما والرأي هذا سائر هذا لا يمكنك كيف نقول أن تسيره أنت يعني أن تكون عامل مسير هي حركة إذا صح التعبير حركة طبيعية منطقية إذا قرأنا تاريخ الإنسان حصل بالذات بالضبط في أوروبا لما خرجت يعني من لما سقطت الكنيسة أبدأ لك من 1789 لما سقطت سقط حائط البصي في فرنسا إلى أخيره هذا رد فعل أهلا بك يا أحمد وأهلا بضيوفك الكرام تكوين ماذا وتكوين من تكوين إسلام جديد أم تكوين عقل عربي جديد أم تكوين عقل الشباب الذين يعني الأطفال الذين سيصبحون شبابا ونشكلهم ماذا أنا بالنسبة لي هذا لا يعني شيء يعني إلا أنا أكره الإنسان الذي يرقص على السنالة أو كما يقال بالفرنسية الجالس على كرسيين يعني ما فيش مواقف واضحة وحتى أنا أحطهم في نفس الخانة بتاع الملحدين أو الادنين الكيوت اللي بيقولك لا تزدري ويتصدرون المشاهد لا أنا من حقي أصدري ومش حقي كالوجي يعني إنسان مصدري من حقي يعني حيكونوا إيه حيغيروا الدين الدين كتمل من يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام الدين طبعا هناك مجلدات يعني تضج بها المكتبات في الفقه ولكن يعني الثابت وواحد إيه رأيك أبو الحمد في الموضوع دا بتاع تكوين صوتي واضح صوتك واضح تفضل عزيز شكرا يا محمد أنا رأيي أنا متفق معك مية في المية مؤسسة تهجيس مش تكوين ونضيفهم لأغنية تعالا يلا نشوفوا الهجايس مفيش حاجة اسمها تنوير مضار والسلطة هي اللي بتديره أولا السلطة دي مش مش فققت الزكاء والحكمة يعني افرد انت اللي بيديرك دا يعني على قد حاله هيدخلك في الحيطة وبعدين لما يكون السلطة هي اللي بتدير الموضوع مع أول مقلب مع أول أزمة اقتصادية مع أول حرب مع أي شيء يهدد هذه السلطة هيقلب عليك هيضحي بيك انت وهيجيب الناس دي وهو بقى هيقلب بيقولك أصلا كانوا كانوا بيتكونوا علي وكانوا غصبيني وأنا أصلا أمريكا كانت خلياني أنا اللي عملت تكوين بس أنا في الحقيقة معاك وكده السياسي احنا عارفين السياسيين بيتصرفوا السياسيين بدغط من الخارج وبتاعه وإحنا كنا نسيبينه وعاملين حساب اليوم ده وعاملين أننا نتشلوا ونعلقوا من أفاهم كلام دي تقال قبل كده في موارف أخر بالزبط يعني أصلا فكرة وبعدين في مغالطة تانية بتتقال أن ده يعتبر حاجة وسطية أو في الوسط لا أنت لما تيجي تقول الدين حلو وجميل وفي ربنا وكل كلام ده أنت مش في الوسط أنت ممكن تكون مثلا في وسط اليمين 80% من اليمين اللي هو أنت إيه أنت أحسن من السلافيين شوية أو أحسن من داعش شوية بس أنت مش في النص يعني دي برضو مغالطة يعني حاجة تالتة موضوع الحرية يعني يعني إيه هناك علاقة بين أن أنت تبقى إنسان حر الضمير فتختار أن تتخلص من الدكتاتور السماوي وبين أن أنت هتكون إنسان برضو تتخلص من الدكتاتور الأرضي يعني فيه علاقة يعني يعني ممكن تكون مش علاقة سببية لكن فيه ترابط فمن يعني لا يقبع لحد أن الدول بتاعتنا أنظمة قمعية الرؤساء والملوك والناس دي لا يتم اختيارهم فبالتالي أنت اللا دينية تهددهم يعني تهدد أصل الفكر يعني هذا الشخص المتمرد على الدكتاتور السماوي فأنت بالنسبة له شخص عادي جدا يعني هذا الدكتاتور عايز الناس تعبوده هو نفس الشخصية يعني هو لو عليه يقول له هم يعبدون أنا وأنا أكلم لك أبو عيسى فحصل كده في التاريخ ما أقول لك ما أعرفش بقى إذا كان فعلا كانوا بيعبدوا فرعون أو إيه بس مثلا كوريا الشمالية بيعبدوا باكابوزة ده بتاعهم يعني النقطة أنه مش من مصلحة يعني هذا هذا الشخصية السياسية أو إدارة البلد مش حكم محايد أو طرف ثالث لا هو طرف منحاز وبشدة ضد أي نوع من أنواع الحرية زي ما أنت بتقول موضوع إحنا عايزين إيه إحنا كاننا بنلعب مات شكورة يعني فيه مثلا إنجليزي بيقول لك أن أنت تساوي الملعب إحنا بنلعب مات شكورة وإنت إيه جاي بالملعب ومديلي كده 45 درجة وأنا عشان أسجل لازم أطلع لازم أطلع الملعب ده تمام أنا أنا مش عايزك تروح إيه بدل ما هو 45 درجة تقللي الدرجات شوية بحيث أن أنا مثلا إيه مش بحتاج أطلع أوي وكده شيل إيدك أنت شيل إيدك أنت خلي الموضوع أورجانيك كده عفوي طبيعي وخلي الناس بقى نشوف الأفكار الكويسة هتروح يعني هخلي الناس تتناقش أنت وظيفتك زي ما أنت بتقول كده محمد وظيفة الدولة أن إيه تتأكد أن أنت محتكر الأمني يعني ما حدش يمد إيده على حد لكن ما غير كده طبيعي القانون بعد القانون اللي بيتضمن حرية التعبير والحاجة دي هضيف إضافة كمان يعني عشان كده مثلا رغم في بعض الأحيان يعني قصاوة الرأسمالية بس الرأسمالية مثلا أحسن من الشيوعية في أنها أورجانيك يعني يعني تشابه تشابه التطور وفي الآخر الحياة كفاح والحياة منافسة وده الواقع وإحنا بنعمل محاولاتك بشر لكن بص انت بقى على الدول اللي هي اقتصادها مدار بالكامل يعني انت ادخل بس كده كلنا يعني كل العرب هنا والمصريين خشوا في الجنيه المصري وصاد الدولار مثلا تلاقي جنيه المصري بينطن قفزات قفزات ليه؟ لأنه هو اقتصاد مدار بس اللي كان بيديه روح مع فأودنا نفده وده مش بتكلم على مش بتكلم على آخر خمس سنين بس أنا بتكلم على آخر ثلاثين سنة وآخر ربعين سنة أن إيه انت فاكر نفسك انت المركز بقى الزكاء والحكمة لا الموضوع معقد أنا بتكلم على موضوع عن صف الحقائق ودخل صديق قال أن يعني وكأن أنا بقول المفروض الناس دي ما تتكلمش أو هيا بنا نغلق تكوين ومش ده الاعتراض الاعتراض فيه اعتراضين أولا أن ده تكوين موجه أو أنا ما بيحبش الحاجات الموجهة لأن بصراحة أنا ليه اختلاط بسيط جدا بالسياسيين على مستوى المحليات وكده يعني في البلد اللي أنا فيها وأنا ما شفتش سياسي زكي يعني أنا أساسا بعتبر السياسيين بشكل عام أغبياء هكون بقى أن الناس دي بتدير أفكار الأفكار أصعب يعني أو أهم من الاقتصاد حتى ومن من أمور كتير فأنت بقى بأي أساس أنت جاي بتدير وتوجه أفكار وبعدين طيب أوكي هنفترض أن هم هيعملوا تكوين طب صرفوا كم في المية من ميزانية الأزهر على تكوين عشان أخذك بجدية يعني يعني أنت صرفوا كم من زية الدولة على الأزهر وعلى دار الإفتاء علشان تعمل نفس العمل بيحاولوا يخلوا التكوين تعملوا للوقت ده شق تاني بس هنفترض أن الأزهر الأزهر بيحاولوا تكوين الأزهر أصلا بيزانيته التكوين بتصرف من فلوس الناس تانية من الإمارات آه أنا بقى في دنبي بقول إيه أنت اللوقتي كأن الدولة دي مسكة يعني إيه مثلا خلوا زيت مثلا معرفش بعملوا إيه فأنت مدي الأزهر أطنان من الأموال عملت ودار الإفتاء أو أف أطنم ونفس الغرض اللي هو تصحيح الخطاب الدين ومش عارف إيه المشايخ الأزهر والأفتاء والأفكار بيتنفسوا على الفلوس دي يبقى كده يبقى كده بقى تكوين في نفس الصفح تكوين ما بتاخدش من الدولة بتاخد من الإمارات ماشي بس يعني ما ممكن الدولة هي اللي تاخد الفلوس دي من الإمارات يعني أنت سايب فكام في المية طيب يعني إذا هنعتبر أن تكوين مثلا إيه في عالم موازي ستصلح ما أفسده الأزهر ودار الإفتاء سأنافترض يعني أنافترض أن الدولة أو الإمارات لها موقف أن الأزهر دوت هو الظلام والفساد فيش أمل منه فإحنا هنعمل تكوين طبع عشان هنأخذك بجدية على الأقل هتحط مثلا يعني خمس ميزانية الأزهر يعني عشر ميزانية الأزهر الناس دي بتاخد كام أنا ما ظنش أصلا إنت عملتلي مؤتمر في المتحف كلام دوت بخمسة جنيه يعني 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 مش حاملة والحاجات دي والتصوير والكلام ده كله يعني كله كلام فارغ فكة يعني لحد دلوقتي فكة يعني عشان حتى على الأقل أقول أن أنت إيه أنت بتعمل حاجة موجهة بس بجد لا الكلام ده كلام هما لو كانوا ناويين يعملوا حاجة ما كانوا سابوا للناس تتكلم وخلاص يعني إنت عملتلهم إيه يعني ولا كان بيشاهدك الملايين مثلا حتى عشان يخافوا أو حاجة يعني لما يكون الدولة عندها رهاب من قنوات يوتيوب قناة بتاعتك كان فيها خمسين ألف يعني هل مثلا خمسين ألف ده لو خمسين ألف مرة واحدة كانوا يتفرجوا لا يزال في المئة مليون يعني المفروض أنت ما تترعيبش قوي كده لا بس هو كلام معروف يعني كلامنا معروف هو بس عشان الإخوة الجماعة اللي دينيين مكبوس على نفسهم من كل الطرق فلما بتيجي أي بصيص أمل لواحد بدون لحية بيبتهجوا بالموضوع ده شيء مفهوم لأن ومش سمح لك مش سايب لك خرم إبرة تطلع تتكلم فيه حتى اليوتيوب يعني اليوتيوب ده الدول العربية مش دفع فيه فلوس ومش بنيين ومش صافين عليه يعني أنت واحد رايح تفتح قناة عند ناس أجانب هو جاي يقول لك لا ما تروحش عند الأجانب ما تخرجش برا البلد بقى ده شخص ده هيعمل تنوير أو هيسيب بالناس تغير فكرها ومش مصلحته مش مصلحته شوفوا الخطابات اللي بتطلع تتقال وسليمان ومش سليمان هو طب لما الناس تتنوير هو يطلع يقول إيه ففهمنا سليمان ففهمناها داروين مش هينفع يا أخي تلك فده موقفي يعني أن الكلام ده إيه لو كان في حرية في البلد وإضافة على ذلك هما بيعملوا موضوع تكوين كنا قلنا أوكي أن هما بيزقوا مثلا تتجاه أوكي ماشي على غضاء ده لكن أنت مفيش عرية حتى بيعملوا في فتح بقه وجاي تقول لي واللي بيحصل بقى إن دي زخيرة الآن في أسلحة المتطرفين يعني إلى ما ييجي الوقت السياسية يتخلص من التكوين والحاجات دي تقول لك أمريكا هي الأكبرتني والغرب الكافر وكده في الفترة دي أنت خلش على شوف بقى السلفيين مسكين بقى تكوين والدولة تدعم الكفر والإلحاد ومش عارف إيه طب إذا كان إحنا يعني إذا كان يحصل اتهام أساسا كده كده يدعم بقى يا أخي الإلحاد بجد بدل الهجايس اللي أنت تعملها هو مش تازم يدعم يبعد أحسن بقى بس هو على الأقل يعني ما يضطهدنا ما يخداش علقنا من أفانا ويقعد بقى يعزل فينا ويقرفنا في عشيتنا ويقلنا ويمنعنا من السفر ويضغط علينا عشان نقفل القنوات بتاعتنا يعني عارف الموضوع ده بيفكرني بيها أبو حميد كان فيه بنت سعودية اسمها لوجين اللي هي بتاعت سواءة المرأة يعني عارفها هي عملت إيه سائط العربية أيام ما كان الممنوع السواءة كانوا مع الاعتراض يعني أو البروتست يعني النشاط المهم تم اعتقالها وكده وبعدها الخمس دقايق سمحوا بسواءة المرأة طب يا عم الحج يعني مفروض في أي عالم فضلت معتقلة هي هم خرجوها من فترة بس فضلت معتقلة سنين فضلت معتقلة رغم أن القانون طالع فضلت معتقلة في أيوة بزا فضلت معتقلة يبقى الفكرة هنا إيه أن أنت ما تخرجش على النص هذه الدول يتم إدارة كل شيء فيها كل شيء فيها ما فيش أي نوع من أنواع الحرية لا أنا ضربت مثال بالاقتصاد بس الاقتصاد وأفكار والسياسة وحرية الصفر وحرية التنقل وحرية كل شيء بيتم تحكم فيه حتى لو أنت هتعمل الشيء اللي الحاكم ده واتنوى يعمله كمال خمس دقايق إزاي أنت تعمله بقى إزاي أنت تقول إزاي تتصرف هو بيشوفها أن ده شخص صاحب فكر فكر لوحده مش مش تبع المعيز اللي هو سمعنا هو ضد عقيدة هو عند عقيدة ضد ده عند عقيدة ضد أن أنت تفكر يعني عقيدة ما تسمحش للناس عقيدة سياسية يعني ما تسمحش للناس يفكروا بنفسهم بزار هو ده أهم حاجة على فكرة هو أهم حاجة عشان كده هما لما بيطلع يقولك إيه الإلحاد والدول الإلحادية ويروح ضرب لك كوريا الشمالية كوريا الشمالية دولة دينية على فكرة هما مش مصدقين بيهوة وبيهوة مصدقين بربة تانية اللي هو كيم ها هما بيعبدوا لحاجة كيم ودي دولة دينية ما هو الدولة مش شرط دولة دينية نحن عدين نصلي ونفقر ونقف وده محققة المبكة وكده الفكرة أن أنت مش سامح ممنوع على كوريا الشمالي يكون عنده فكرة مختلفة برافو بالحمد لله كوريا الشمالية دولة دينية دولة دينية أنا طبعا أنا ملحد وهم ملاحدة هل أنا حب أروح أقعد في كوريا الشمالية لا أنا أفضل اللي يعيش في بلد كلها مؤمنين إذا فيها حرية إذا هيسيبوني في حالي يا عم أنت روح ويعبد ويعمل وطير وفي معجزات وأنا ما يضرنيش يعني أنا ما يضرنيش بس أولا بالنسبة لمؤسسة تكوين هو اسمها أساسا مؤسسة تكوين الفكر العربي ولكن عندما نرى عمل المؤسسة كما هو واضح الآن تركز على الفكر الديني وعلى تجديد الفكر الديني بما يتناسب مع العصر إذا ماذا يعني الإصلاح الديني هو إصلاح أخطاء الله هذا وحد إذا عندما نخصص الفكر الديني هذا يعني إحنا كلادينيين مثلا كعلمانيين هذا الشيء ما يخصنا يعني أنه هو بيصلح أخطاء في الدين فنجد على أنه الشخصيات المؤثرة في هذه المؤسسة هي ثلاث شخصيات الإسلام البحيري ويوسف زيدان وإبراهيم إيسا هذه هم الشخصيات المؤثرة في هذه المؤسسة إذن شخصيات دائما تراثية يا شخصيات تراثية بغض النظر يعني عن اختلافهم الإسلام البحيري قرآني يوسف زيدان أيضا يتبنى التراث مذهب ابن تيمية يرفض العلمانية يشكك في الديمقراطية وإسلام البحيري أيضا قرآني إذن إسلام البحيري أيضا يعيد العقل إلى هيمنة النص برضو رجع إلى مستوى الدين إذن الحوار أو الصراع الذي تقوم به الآن مؤسس التكوين هو صراع من أجل الدين أنا نزورج يا مرحبا سلام يا رب سلام الجالدة أنا عايز أقول كلمتين والنبع لحكاية التكوين الأول واحدين أنا فجأت إن فيه بعض الإخوة للملحدين يقول لك إحنا لازم نشجع تكوين دول أحسن حاجة حصلت في الدنيا دول لك مش عارف إيه أنا فجأت آه آه مبارح سمعت مداخلة أستاذ الشام آدم شعب تعرفوا أه عارف منا أجل لك إحنا مالدين أبونا ناس مسلمين بتخانقوا مع بعض إحنا إلي دخلنا في المص ناس معتاجة لا والناس مش عارفة قولك لا نشيل الأحديث تاني ولا نحط الأحديث ويقولك لا أولا أنا وصح أشيل نص الأحديث الوحشة وحط نصها تاني حلو أصلا أنا هشيل الحديث ده مش عجبني أصلا مغزة الحديث ده مش عارف ماله وجراله إيه قص مش عارف مين كان ماله حصله إيه إحنا بقى إلي دخلنا في القصة دي ندعم إيه وما ندعم إحنا بقى لدين أبونا شيلنا الأحديث خلاص الإسلام بقى حلو كده شيلنا الأحديث الوحشة خلاص الإسلام بقى طيب وجميل اللي بيقولك نشيل الأحديث ده بيقولك لا والله الكرآن حل بس انت فاهمه غلط آه فأنا هواعد بقى طول عمري تحت رحمة انت فاهمه إزاي يوم ما تفهمه صح تعملني كويس يوم ما تفهمه غلط تطلع دين أهلي لا يبقى أنا كسبت صلاة النبي هوا نص ابن دين كلم مفهوم أساس مش محتاج مش محتاج كل أسه مش كيميا مش كيميا نووية يعني نص بداي جدا قذر جدا لو تكتب أنا أؤكد لك لو الكتاب ده تكتب النهاردة في يومنا هذا هيمنع من الناشر ليه؟ بيعمل كل الحاجات اللي بتخرج القانون الدولي بيحرد على ناس بقينهم بيسم بعض الناس سواء بنان على الدين أو على الشكل أو على العرق بسماتهم عليك اليهود أو حتى على الإعاقة خلي بالك حتى على الإعاقة حتى بالإعاقة بيعير أنكر الأصوات إلى صوت الحمير أنت مجنوني ما لأ الحمير عملت لك إيه لأصلا صوتهم وحش طبقوا أنت خليهم ليه لما صوتهم وحش وعمل لهم صوتهم ليه كده لما هو صوتهم وحش ده نص بمنتهج جناه نص عنيد جدا قزر جدا عدواني جدا عنصوري جدا في كل الصفات السيئة الكلام ده لو كتب النهاردة هيمنع من الناشر ويمكن اللي كتبه حتى لو يعيش في أحد دول العالم تمتوعا بالحرية سجن يتحبس هو الحاجة الوحيدة اللي مخليها الكلام ده ما بيحصلش أن الكتاب ده قديم بس وأن فيه تقريبا مليار ونص من آدم بيقولوا أن الكلام ده كويس فالعالم اللي هو إيه بياخده مع العد علوم يعني طب كويس بس إيه ما تقريبونهش في عشيتنا يعني كويس خليه ليك بس هو نص قصر جدا فالنهاردة بقى أنا يطلع لك واحد يقولك بص احنا نرمي الأحديث خلاص يا عم بداهي الأحديث هاتل الكرآن لأ بص بقى دي انت في المطقة غلص أصل قطعي مش معناها قطع ووصل مش معناها وصل وأحها مش معناها أحها أه عرفت إنين حضرت لأ السنة درست باللغة العربية بتفهمش حاجة للغة العربية إيه عن دين أم اللغة العربية أنا مال أنا باللغة العربية أنا مال أنا مال أنا مال أنا مال عن أبو اللغة العربية على دين أم اللي عمل اللغة العربية أنا مال هو فيه إله بيكلم النائم بيكلم العالم كله بلغة بلهجة من أهل كوريش من 1400 سنة ده يا أخوة الإله ده ده العيل النهاردة اللي عنده بنتي اللي ما كمليته سنتين بتعرف تفتح التابلت وتدوس على كام لغة الإله ده ما كانتش عارف بعت لنا بكام لغة بلغة حتى مش ميتة. اللغة العربية دي لغة ميتة. مفيش يا ابا. اكتع بعيد عنك عويل. وعايزنا بقى انا النهاردة نساند يا عيني العوالة. انا ما عايش للصعوبية يا عبي كتب باللغة العربية. يلا نتعلم له اللغة العربية. انا مسكين. مش عارف يتكلم بلغة عيني. مسكين يعني. معلش ادلو فلوس. معلش يقول لك انا ربنا عايز منكم كردن حسنا يعني. مش حد يسلف ربنا. يعني عايش اي حاجة انت بسجارة. طب اي حاجة وانت ماشي. انا قد ديني اي حاجة. هو ده. عايزين بقى احنا النهاردة نقعد نقول بقى هذا الكائن العويل. الجاهل. اللي كاتب لنا كله عبيط. وكله عنصرية وعنف. ان ما كانش عبيط يبقى عنصري وعني. هو كده. نقعد ده النهاردة نبرر له الكلام. نحن نفسره بطريقة تانية. ونفهمه بطريقة اخرى. انا شوف تبراهيم عيسى. اتنين عملوا معهم ودخلات من المفروض المحسوبين على الجانب اللي ديني يعني. ادم المصري. هاني سليم. اللي هو بقى عايز ياخدهم في ده. ادم المصري بصراحة ايه كوعهم. قاله ايه. بيقوله بيقوله الشرائع دي. شرائع كانت موجودة قبل كده. الشرائع اليهودية دي. واللي خد منها الاسلام. كانت موجودة اصلا في شرائعات حمورابي ومسروقة من الشرائع اللي قبل كده يعني ما بيش جديد. قاله اللي طب مش يمكن ربنا خد الشرائع القديمة دي وعمل لها تشريع في الوحي عاد يعني استلف من الشرائع القديمة دي. قاله لأ ما هو قال الشريعة دي شريعة جديدة. وهي مش شريعة جديدة. انت فقط. ما تقرفناش. ما تقعدش تشتغلنا. بس. فهم الناس دول عايزين تقريبا يشتغلون. اه. في اهي كلها اشتغلات. عشان في الاخر نحاول. انت عارف انا اقول مثل سيء. يعني بان رحته واحدة. بس هو اللي دي الحقيقة. لما كن قلود خراب. هو قلود خراب. فانت انت ترويش عليه. ها? تحطه في حاجة ازاس كده كويسة وتحطه في متحف. هو هيفضل قلود خراب. لهم عملك ايه? لان هو قلود خراب. هو يتسامل قلود خرابية. لو عملت له تكوين. والله لو عملت له ايه? هو قلود خراب. وهتفضل رحته قلود خراب. وشكله قلود خراب. هو هيبضل قلود خارة. فالافضل ان انت تقول عليه بص يا عم ده قلود خارة. بس. يعني هتأثر على نفسك. انما بقى انت ايه? بص. طب بص شكله والنبي من الجنب كده شوفه وانازل كده عامل كده. بص شايف البزرة القوطة اللي فيدي. مش بزرة القوطة اللي فيدي بتاق نافعة. يعني انا هسيب قلود خارة كله واخد جزرط القوطة. بقى ما دي تنفع ممكن تتزرع على فكرة يعني. طب ايه رأي قلود خارة بيستعملوه بص ما بعضوه. بصي ما لقلك تيه حاجة حلوة عشان بعقولك يعني. هو قلود خارة. مش هتأرس بعقول. مهما عملت.